موقف اللي حوالينا سواء كان محليا أو أقليميا أو عالميا كل موقف يستحق هذا الاجتماع من القادة الأعلى للقوات المسلحة مع القادة وقيادات القوات المسلحة وهذا الاجتماع اللي تم في القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس تناول فيه طبعا تدارس كل ما يحيط بنا من مخاطر أو تهديدات أو تخديات وإيه الدور المصري المطلوب للحفاظ على أمننا القومي إيه المطلوب منه لتقديم الحفاظ على شقائنا في فلسطين وتقديم العون اللازم لهم كلنا متابعين اللي بيحصل على الجانب الآخر القوافل اللي بتعبر باستمرار من معبر رفع إلى الجانب الفلسطيني زي ما شفنا عملية الإسقاط اللي تمت النهاردة لحوالي 5 و40 طن من المساعدات الإنسانية القطاع غزة كان الجزء الشمالي منه والجزء الأوسط دول تقريبا إسرائيل منع أن يوصل لهم أي مساعدات إنسانية أو أي مواد غازة وبالذات من عمليات التدمير ما فيش طرق معددة تصلح لأن أي مركبات أو أي شاحنات تدخل هذه الأماكن فكان لازم من عملية إسقاط جوي إسقاط دم ده طائرات مصرية صحيح تشترك معنا دولة الأمارات الشقيقة والأردن الشقيقة وأيضا كان فيه دعم من فرنسا عشان نوصل هذا الدعم لأشقاءنا في فلسطين اللي هما كانوا بيقاسوا من المرض ومن الجوع ومن كل سبل الحياة لأن إسرائيل كانت بتحاصرهم الحصارة حد جدا عشان تجدرهم على أنهم يتحركوا مع الناس اللي راحت إلى مدينة رفح ولكن دول حوالي 700 ألف بقوا في غزة وفي دير البلح وفي جبلية ما كانوش لقيين أي سبل ساعدهم على الحياة لا أدوية ولا مواد أعاشة ولا أغاثة النهاردة لما وصلتهم هذه المواد أعتقد أن يبقى بإذن الله عندنا فرصة أكبر في مساعدتهم أيضا المؤسكر الثاني اللي أقامه الهلال الأحمر المصري بعد الهلال الأحمر الفلسطيني الخيام اللي اتعاملت تقريبا في وسط قطاع غزة فهنا بنحاول بقدر الإمكان أن نهول على أشقاءنا في غزة هذه المصاعب اللي بتوجههم كل كلام ده لازم يتم من خلال ما كانت تقوم به القيادة المصرية اللي هي بتتدارس كل الظروف المخيطة وكل الإمكانات المتاحة وما هو مطلوب منه إذن أشقاءنا سواء كان على المستوى المحلي أو بالتعاون مع الدول الإقليم أو على المستوى العالمي اللي حضرتك تكلمت فيه طبعا ويمكن ده اللي عايزة أنتقل مع حضرتك إليه يعني إحنا يمكن تكلمنا طبعا على دور مصر البارز مش بس في هذه الأيام الحياة طول الوقت في اتجاه القضية الفلسطينية وإصرارها على دخول المساعدات بكافة الطرق وده اللي يمكن شايفينه النهار ده كمان في عمليات الإنزال الجوي لكن كمان يهمنا أن نعرف التطورات الميدانية وموقف إسرائيل وفكرة استمرارها في المعارك احنا شايفينه النهار ده بايدن بيأكد أن إسرائيل هتوقف كل الأنشطة العسكرية خلال شهر رمضان من وجهة نظر حضرتك مدى إمكانية حدوث ذلك وفي نفس الوقت هل ده معناه الوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين في هذه الأزمة أم يعني برضو حالتك اطلعنا على الجديد حول هذا المشهد يعني احنا طبعا حكاية شهر رمضان ده ده يعني زي ما بنقول حق أريد به باطل هم كل اللي عايزينه اللي هم يتزرعوا اللي هم يعني إنسانيا ودينيا بيعملوا الكلام ده عشان شهر رمضان وعشان الناس اللي هاي الصوم والظروف اللي هم المعيشية لكن في الحقيقة هذا التوقيت هو التوقيت للرئيس الأمريكي في أمريكا النهاردة بدأت استطلاعات الرأي تشير إلى اتجاه مخالف له توقعاته نتيجة أن الأصوات العربية بدأ يفقدها من موقفه تجاه غزة وبالتالي هو الضغط الأمريكي النهاردة على إسرائيل ليس من أجل الفلسطينيين ولا من أجل شهر رمضان ولكن من أجل الانتخابات القادمة ومن أجل الأصوات والستطلاعات الرأي اللي بتقوله أنت كل يوم بتفقد أصوات من اللي هي اللي كانت بتؤيده بالذات الأصوات العربية اللي موجودة في الولايات المتحدة وبالتالي هو يعني زي ما بقول بيلبسوا ديف دي أنهما بيعملوها عشان الناس بعد شهر رمضان شهر مفترج وعشان يعني بيقدموا حاجة ترضي مشاعر المسلمين ولكن هي في الحقيقة هي بترضي أو بتساعد في أنها تمنع هذا الانزلاف إلى الأسفل للناخب الأمريكي اللي ابتدى يحرم بايدن من أصواته فده تقرب للناخب العربي عشان مرة أخرى يحاول أنه يكسب بعض هذه الأصوات فكل اللي بيحصل ده يعني من أجل الانتخابات ومن أجل الرئيس بايدن شخصيا وهذا الضغط على إسرائيل ليس من أجل ما تلاقيه غزة لأن المعارضة بخلنا في مئة ألف قتيل وجريح ما نهي عملولهم إيه ولا حاجة الرئيس الأمريكي لما مات عنده تلاتة أمريكان في القاعدة 22 هناك على حدود الأردنية السورية الدنيا قامت ما عادتش إنما دول يموت منهم 30 ألف ومن درهم 70 ألف يعني فيه على ما تدت أمريكا تصحى وتقول أنها من وسط لقنار وتبادل الأسرة والرهائم وكل ده العالم بيكيل بميكالين سيادة اللواء وكافة القضاء العرب أكدوا على أن العالم أصبح بيكيل بميكالين في هذه القضية تحديدا في فكرة التعامل مع حجم الاندحاء والقطع في غز اللي احنا بنشوفه باستمرار يعني آدي زي ما شفنا شوفه إسرائيل كل اللي بتعمله ويقف الرئيس الأمريكي والمسؤولين في الغرب يقولت من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها تدافع عن نفسها إيه؟ مين اللي بتضربه الأطفال والنساء اللي بتقتلهم بالشكل ده عشرات الآلاف اللي بيموتوا من الأطفال والنساء هل هم دول اللي اعتادوا على إسرائيل؟ هل هم دول أعضاء في حركة حماس؟ طبعا كلام العمارات اللي اتهدمت على كل الساكنين اللي فيها إلى التجويع والقتل الممنع والإبادة الجماعية اللي بتعملها إسرائيل طبعا الكم نحن بنقول إن شاء الله بنتمنى أن يتم إيقاف طلاق النهار